تنطلق الجمعة منافسات الأسبوع الخامس من دور المحترفين لكرة القدم والتي تأتي بعد التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية وسط غياب أربعة فرق بسبب مشاركات الفيصل والوحدات في البطولات الأسيوية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير تعود أجلة حياة دور المحترفين للدوران بعد انقطاع امتد لقرابة الأسبوعين وذلك بسبب التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والذي انخلط في معسكر تدريبي في القارة الأوروبية وستنطلق الجولة بمواجهة الجليل وسحاب يوم غد الجمعة ويطمع من كلالها فريق سحاب لتحقيق فوز يقوده لاقتحام المربع الذهبي بينما يبحث الجليل عن تحقيق فوزه الأول في البطولة ويسعى الصلط لتأكيد صحوته عندما يواجه الرمثة يوم السبت بينما يستهدف ذات الشمال تحقيق فوز جديد يقلس الفارق بينهم وبين ثلاث الصدارة وستكون المباراة الثالثة بين الأهل ومغير السرحان ويطمح الفريقان للاستفادة منها والتقدم على سلم الترتيب ويشهد يوم الأحد مباراة الجريحين بين متذيلي الترتيب شباب الأردن ومعان في واحدة من المباريات الهامة وخصوصا لمعان الذي يبدأ مرحلة فنية جديدة تحت قيادة المدرب الوطني أمجد أبو طعمه وقام اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الحسين والوحدات ومواجهة الفيصل وشباب العقبة إلى شهر كانون الأول المقبل بسبب مشاركة الفيصل في دور أبطال آسيا والوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي التقي فريق النصر والأرتدوكسي في المباراة الافتتاحية للجولة الأخيرة من دور المحترفات لكرة القدم والتي ستقام على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب ويسعى الأرتدوكسي لتحقيق فوز معنوي حيث ضمن الفريق المركز الثاني على سلم الترتيب بينما يبحث النصر عن الفوز بالنقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه بانتزاع المركز الثالث على سلم الترتيب وكان فريق الاتحاد حسم تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه منذ الجولة الماضية بعد أن ابتعد بفارق خمس لقاط عن الأرتدوكسي الوصيف اجتمعت الأميرة سارة بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الأسيوية بأعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الدورة التي ستنطلق يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي وأكدت الأميرة سارة على ثقتها باللاعبات واللاعبين الذين سيمثلون الأردن لتحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور الرياضة الأردنية مشيدة بجهود المنتخبات الوطنية المشاركة خلال الفترة الماضية وتتكون البعثة الأردنية من وفد يضم 79 لاعب ولاعب يمثلون 15 رياضة فردية وجماعية حقق المنتخب الوطني للتيكوندو مساء الأربعاء أربع ميداليات ذهبية وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة بيروت المفتوحة والمصنفة من عيار النجمة الوحيدة جاءت الميداليات الذهبية الأربع من خلال جوليان الصادق وزيد الحلواني ورام أبو الرب وزيد مصطفى كما حصل المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف على جائزة أفضل مدرب في منافسات البطولة يذكر أن المنتخب الوطني للتيكوندو يستعد للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الأسيوية الشهر الحالي أعلن نادي العرب القطر الأربعاء أن توقيه رسميا مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي قادما من نادي باريس سانجرمان الفرنسي وسينضم فراتي إلى زملائه السابقين في صفوف سانجرمان قلب الدفاع السنغالي الدولي عبدو ديالو ولاعب الوسط البرازيلي رافينيا الكنتارا وتم توقيع العقد للنجم الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم مع نادي العربي ويطمح النادي من خلال الصفقة للعودة لدائرة المنافسة على الألقاب في قطر ستتولى خمس حكمات إدارة مباريات في كأس أسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة وفقاً لما أعلن عنه الموقع الرسمي للاتحاد الأسيوي وستكون الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا التي تم اختيارها أيضاً في نهائية كأس العالم التي أقيمت في قطر ضمن لائحة من خمس حكمات في البطولة المقررة في قطر مطلع العام المقبل كما قال الاتحاد القري إن نظام حكم الفيديو المساعد سيعتمد لأول مرة بشكل كامل في البطولة أيضاً التي ستشهد مشاركة 24 فريقاً ترجمة نانسي قنقر